رغم قضائهم أعواما بين عطمة السجن وظلم السجان بروح عزيمة تنشد حكاية ثورة على طريق الحرية والتحرير تحل ذكرى يوم الأسير الفلسطيني في ظروف استثنائية بسبب تفشي وباء كورونا يحيي الفلسطينيون ذكرى يوم الأسير هذا العام وسط تفاقم معاناتهم خاصة بعد إصابة عدد من السجانين والمحققين العاملين في السجون الإسرائيلية وعدم اتخاذ سلطات الاحتلال أية إجراءات لحماية الأسرة وضمان سلامتهم سجون الاحتلال التي تشكل بؤرة خصبة لتفشي الأوبئة والأمراض بسبب ترد حالتها واكتظاظها بالأسرة يقبع فيها اليوم نحو خمسة آلاف أسير من بينهم مئة وثمانون طفلا وثلاث وأربعون امرأة منهن ستة عشرة أما ومن بين هؤلاء الأسرة أكثر من سبعمائة أسير وأسيرة بحاجة إلى تدخل طبي لمعاناتهم من إعاقات حركية وأمراض مزمنة وخطيرة ليس ككل عام ودون مسيرات ووقفات احتجاجية تأتي فعاليات إحياء يوم الأسير هذا العام عبر أنشطة إلكترونية فقط جراء حالة الطوارئ المعلنة من قبل الحكومة الفلسطينية بسبب تفشي وباء كورونا في الوقت الذي يجد المحجورون في منازلهم ضيقا لا يمكن التخلص منه رغم وسائل الترفيه كافة نظرا لتجردهم من حرية الحركة درءا للموت فكيف للأسر المحرومين من أبسط حقوقهم أن يواجهوا خطر الوباء المميت اشتركوا في القناة